تحت رعاية سعادة سيد نميل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام وبحضور سعادة سيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام دشنت صحيفة الأيام كتاب جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات الحسابات الخاطئة للمفكر الإماراتي الدكتور جمال سند السويدي وشهد حفل التتشين الذي يقيم بمركز الأيام الإعلامي حضور عدد كبير من المسؤولين والكتاب والمثقفين والمهتمين بالدراسات الاجتماعية ودراسات حركات الإسلام السياسي حيث تضمن الحفل عرض أبرز محاور الكتاب ومضامنه في ظل غياب للدراسات البحثية لجماعة الإخوان المسلمين وأفكارها في الإمارات العربية المتحدة وتناول الكتاب شرحا مستفيضا عن نشأة جماعة الأخوان المسلمين وتاريخها في دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها خلال السنوات الماضية وكيف استطاعت هذه الجماعة الإرهابية التغلغل في مؤسسات الدولة الوطنية حتى وصلت من خلال أجنداتها الخفية إلى غرف اتخاذ القرار في بعض الأحيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر